اكد الفرنسي كيليان امبابي نجم باريس سان جيرمان ان ليوني الميسي استحق الفوز بالكرة الذهبية عن عام 2023 حيث حصد ميسي الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه وحل هالاند وصيفا له كيليان امبابي ثالثا وقال امبابي في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي لمباراة فرنسا وجبل طارق والمقرر لها غدا السبب بتصفيات يورو 2024 كان على ميسي ان يفوز بها لقد فاز بكأس العالم واضاف هالاند ايضا قدم موسما رائعا وانا ايضا لكن بجانب الفوز بكأس العالم لا يهم الامر كثيرا واكمل قائلا في ليلة 18 ديسمبر علمت انني خسرت كأس العالم والكرة الذهبية ايضا لقد استحق ميسي ذلك ومن الجدير بالذكر ان منتخب الارجنتيني كان قد تم تتويجه بلقب كأس العالم 2022 بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي والاضافي بنتيجة 3-3 وفي سياق اخر كشف امبابي عن موقفه من التمديد للمحتمل لباريس سان جيرمان قائلا نحن هنا للحديث عن منتخب فرنسا ان البلاد تأتي قبل كل شيء